قبل ما تكلم على عصابة عظيمة وقبل ما تكلم على كل الأعمال هو ليه كوميديا؟ ليه حضرتك السي في كله؟ ما شاء الله كوميديا وبس أكتر حاجة يعني معرفش أنا طالع من أصلا من ريف مصر أصلا يعني فما كنتش جاي مصر عشان أبقى مخر كوميديا أنا جاي أبقى شابه السزعت في الطي واللي جوايا كده اللي جوايا حاجات شابه كده بالزبط يعني وبعدين قالوا لي بس أنت دمك خفيف يعني بس أنت دمك لذيذ بس أنت كوميديان بس ما عرفش إيه فيلم في التاني وها كزا لغات ما برضو بس حاولت بقدر إمكان أنا كل شوية أحاول أعمل حاجة زي مثلا فيلم ساعة ونصف حلم العمر يعني برضو كنت بحاول أطلع حاجات من جواه مختلفة الموضوع ده بدأ حتى لما كنت قاعد مع نصد يوتف معاطي السيناريز الكبير يعني فبقوله أنا نفسي أعمل الأفلام اللي جوايا تراجدي آه أنا عايت شوية آه فقال لي بص هو في مخرجين كتير تراجدي صحيح والأسماء كتيرة جدا أنت ربنا بدي لك موهبة حلوة يعني استغلها وعيش فيها وده الصح بس يعني فهلاقيت نفسي كوميتي أسعب أنك تضحك لشعب أصلا يعني خفيف الظل كده بالفترة ما ها دي مشكلة بقى ما ها دي مأساة أنه الشعب ده مخفيف آه يعني مثلا الكومنتات اللي بتنزل على أي حاجة أو أي حدث بينزلوا على الكومنتات طبعا ما عاربش يا عايت كانت أنا بدحك وبعدين إزاي وبقى خيالهم أن هما ويتبقى كارثة أو مصيبة ويتطلعوا منها كوميتي ويتطلعوا منها ضحكة رائعة أو أنا ضحك الناس دي إزاي فكان لأكوا تبعاني يعني طبعا الموضوع فيه معاناة يعني مثلا يعني اللمبي الباشا تلميز وش إجرام زرف طارق عنده لي بتدقي مطب صناعي زكي شاني اللي بالي بال أمير البحار أستاذ ورئيس يعني طبعا الزعيم عادل إمام النجم أحمد حلم هينيدي أحمد عبد العزيز يعني أسماء كتير أسماء كتير آه كتير أوي 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 طيب هنا باختلاف النجم وبالتالي الفيلم ده بيخلي فيه برضو يعني المعالجة مختلفة أو سكة الإخراج مختلفة ولا واحدة لا هو أنت روحك يعني روحك جوة الفيلم أنا مثلا يعني أقول لحيك اللي هو فكرة أنه بيجي لك الفيلم لو في حاجة جواك بتعرف تعمله حاله لو هو بعيد عنك بعيد عن إحساسك بتحاول يا تعمل حاجة جواي يعني تحاول تطلع منه حاجة تطلع منه حاجة جواك أنت آه يعني تتحاول تشوف الفيلم من وجهة نظرك من إحساسك يعني ترجمة نانسي قنقر